موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشهز اخباري من قناة المرابطون اهلا بكم قال ناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي والسال من ما تعرض له البنك المركزي الموريتاني يعتبر مسألة عادية تحدث في كل المؤسسات المالية على حد تعبيره واضاف الوزير خلال رده على سؤال يتعلق بالموضوع ان القضية تعالج وفقا للمساطر القانونية والاجراءات التي يقتضيها السياق حول الخطط الحكومية للتعايش مع جائحات كورونا بعد رفع الحور وفتح التنقل بين الولايات الداخلية كدى الوزير ان مرحلة التعايش مع الوباء يجب ان تصاحبها اجراءات احترازية قال وزير التشغيل وشباب ورياضة طالب سيد احمد ان عملية التشغيل في موريتانيا تحتاج تضافر جهود الجميع وان التشغيل الذاتي الية للقضاء على البطالة واضاف الوزير خلال اشرافه على اطلاق مرحلة جديدة من مبادرة مشروع مستقبلي اضاف ان موريتانيا توفر حاليا ازيد من مليون فرصة عمل للاجانب ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في موريتانيا الى ازيد من خمسة الاف اصابة مؤكدة بعد تسجيل تسع وثلاثين حالة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة اخرى واعلن مدير صحة العمومية دكتور سيد الزحاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل خمس وفيات ليرتفع عدد الوفيات الى مائة واربع واربعين حالة وفاء ويرتقب ان تعلن وزارة الصحة عن جديد الحالة الوبائية بعد قليل يمكنكم شاهدين الكرام متابعته هذا المجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحة نارف سوك ضايرة على الشاشة السادسة ونصف تتابعون حلقة جديدة ومباشرة ببرنامج المشهد في التاسعة نشرة خبارية مفصلة السلام عليكم